السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتبعي قناة ميجا وصفة كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هادا الرغيفات هادو او هادا المسمنات صغيرين في الفرن على شكل اه محين شات كيجيو هائلين تحفة اه لا في الشكل ولا في المدق ديالهم كيف كتشوفو شكيل ديالهم كيجي جميل هكدا راقي ونخوة نقدموهم لديفنا او حتى كشهيوة لرمضان بالنسبة للحشو فغادي تكون واحد الحشو اللي هي سهلة اقتصادية وصحية اكيد فبغيتكم تسمعو هاد القرمشة هدي ديالعجينة وبالنسبة للعجينة فنفس العجينة اللي حضرت لكم بها لسيجار وعجبوكم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد المجموعة ديال المملحات بهاد العجينة هدي باش تشوفو كيفاش كتجي مع كل نوع ديال المملح فكنتمنى ان شاء الله هدا عجبتكم الوصفة دياليوم تشجعوني وايضا ما تبخلوش عليا بشي دعيوات الخير لا يخليكم فغادي نبدأ اول حاجة بالعجينة وعندي هنا خمسمائة قرم دقيق الابيض اللي غربلته غادي نحتاج معاه واحد الكأس دل الماء بارد ما عقدرش نقول لكم الكمية شحل حسب الدقيق وش كي تشرب اولا غادي نضيف واحد ملعقة صغيرة ديال الملح وغادي نضيف ملعقة صغيرة تكون عامرة مزيان بسكر حبيبات وغادي نزيد شوية تقريبا ملعقة ونصف او ملعقة واربع وغادي نضيف ملعقة صغيرة ديال الخل الابيض او اي خل عندكم تواجد غيبها الدفحة ديالي وصفي وغادي نحتاج الخميرة الكيماوية غادي نضيف واحد ملعقة صغيرة تكون عامرة مزيان وغادي نزيد شوية يعني تقريبا هنا غادي نحسبو ملعقة صغيرة ونصف اه بالنسبة الاخوات اللي سقصوني على الخميرة الكيماوية فللاسف هالعجينة هدي ضروري منا لانها هي اللي كتعطيها هذيك القرمشة من العجينة ديالنا وخا تكون رقيقة فغادي نجمع دقيق هكدا وغادي نبقا نجمعو بشوية دلماء وانا ما شاونا كنجمع نطلع العجينة ديالي تقيلة وهد العجين هدا اصلا خصو يكون تقيل او قاصح شوية باش كتجي العجينة ديالنا الورقة ديالنا ديالمسمن كتجي مزيانة اذا كانت العجينة خفيفة فما كتجي شي مزيانة سوفي غاستمر بهذا الشكل هدا ممكن تحضروه واحد الكيمياء اللي هي كبيرة كيلو او كيلو ونصف وتقسموها هكدا بعد ما تحضروه العجين ديالكم تقسموها وتحايدوها في المجمد قسموه ما حتشتوها غادي تجبدوه الكيمياء اللي كتناسبكم وتحضروه منها ماشي كل مره نبقى ونحضروه واحد الكيمياء اللي هي صغيرة فهكدا غادي هنا كيف كتشوفو ضيفت شوية ديال دقيق لانا حسيت ان العجينة ديالي خفيفة وانا بغيتها قاسحة شوية غادي عركغي هيدا شوية بيدي وصافي هنا العجينة ديالي ما خليتها لا رتحت ولو غادي غايع لما خصلت يدي وصافي رجعت له هادي نشكل منه واحد الكويرات هكدا بالحجم اللي كي يناسبكم هادي عجينة قدم ارتحت قدمه كتجي احسن واحسن مشي مهم انكم تخليه ها ترتاح في المرحلة اللول اولا ولكن هاد المرحل اللي هادي من اشكله منك ويرس كيف كتشوفو العجينة ديالي مشي مدلوك مزيان ولكن هي غادي كان جاتلك راسا ما لي غادي ترتحن غادي تغطيها وج veil نخليها تقريبا انا واحد ساعة دلما كان قدم ارتحت قدمة كتجي اه كيف قلتلك احسن واحسن وكتطوعكم في الخدمة نحضر الحشوة نحضر الحشوة نحضر الحشوة نحضر الحشوة نحضر الحشوة نحضر الحشوة سمك ممكن تعاوضوهم بتوابل سمك. وغنحتاج البودرة التوم. حتى هي ممكن تعاوضوها بواحد الفصد التومة ولكن بودرة التوم كتجي هكذا احسن. وممكن تزيدو بالنسبة الخضر ممكن تزيدو اللي بغيتو. الخضر اللي كتبغيوها التومة او ممكن تنقصو. اذا فوق نار مهيلة كيف كتشوفو غادي نشحر شوية البصلة. وشومبينيو هكذا مع الملح. وغادي نضيف الخضر ديالي. بالنسبة الخضر آآ غنضيف هناك كيف كتشوفو شوية سلسة السوجة تقريبا نضيفت جوجد معي القط. الملحة ديجة عندي هنا يا. ردوا بلكم مع الملح. الملح لانه سلسة السوجة شوية مالحة. وغادي نضيف الخضر ديالي دفعة واحدة فتقريبا غادي يطيبوا ليه نفس الوقت القنوب مع الجازر مع الكوسة او القرعة الخضرة. ما غمقاش نضيف حاجة بحاجة كيف شفتو صفي اضيفت كل شي مع بعضيته قصبرو مع الدنس غادي نخليهم حتى للاخر عاد غادي نضيفه. ونضيف هنا يا شوية دلحر هاد الحشوات اللي في حال هادو كتواتة معهم الحر بزاف. غادي نضيف شوية الفلفل اسود كيف شفتم معي. مهم توابل كام لغادي نضيفه. آآ بودرة التوم. توابل آآ الكاري او ممكن تعودوهم بتوابل دات سمك او آآ ما كانش متواجدين حتى توابل السمك ممكن تعودوهم با بوحد الضامة دل بنا دلحوت هكدا. غير باش تنسم لكم ما ديشي الحشوش شوية بس لا. فضيفت كيف شفتو آآ القصبور يابس و وضيفت ممكن اذا بغيتو ايضا تضيفو شوية وشوية الخرقم ممكن ولكن هاد غير هاد توابل هادو كليش جي احسن واحسن. صافي هنا ضيفت ليمون لمرقد واحد ربع ليمونة قطعتها كده صغيرة. اللي مهم في هاد الحشوة هادي وهو القصبرة اليابسة كتنسم الطبق بشكل روعة. صافي غادي نغطيهم ونخليهم حتى يطيبو في المدية لوم وينزلو كيف كتشوفوه. من بعد غادي نضيف عليهم القصبور ومعد نس وغادي نضيف علي هالنار. نخليه الحشوة حتى تبرد تماما وغادي نتلقر غيفاز دينا بشوية زيت نباتية. وغادي ندهنو سطح العمل ضروري بشوية الزيت. ومقاونت تلقر غيفاز دينا بها تشكلها ده كيف المعتد وكيف كان عرفوه كاملين. نحاولو شوية نجيبو العجينة دينا تكون شوية مستطيلة ما تكونش بشكل دائري. نحاولو ما امكاني ده خرجتكم ما خرجتلكم شي فماشي مشكل. وقد ما رققنا آآ العجين دينا قد ما تجي العجينة رقيقة وآآ مقرمشة. فغادي نقطعوها هكذا سواء بالطول او بالعرض. المهم نعملو واحد الخط. فانا غادي نوريكم بججداد الاشكل. فاول حاجة غادي نقطع العجينة هكذا كيف شفتم. وغادي نوضع الحشوة على الحاشية هكذا. نحاولو ما نكتروشي الحشوة باش ما ترتقناشي العجينة. هاد الحشوة كتجي لديدة بزاف ومن السماء. وكيف شفتوه اقصصي صادية وساهلة. وغادي نبقى نلوي العجينة ديالي هكذا بهاتشكل غير بشوية. ويدي بجوج من الفق. عاوتي يدي بجوج ملتحت. وانا كنلوي هكذا بهاتشكل ما نزيروش يدنا نخلي ويدنا مرخوف وخط لو معنا العجينة. فمعليش لانا اذا زيارناها كتجي العجينة آآ كتجي على بعطيتها وكتجي شوية مع الجنة. فاحسن خلي ويدنا مرخوف ومدورو العجينة بهاتشكل هادا. وهاي اوة جدا. وبنفس الشكل كنحضره اخرى. آآ كنتمنى يكون الفيديو واضح آآ بغيت نعملكم انتقلكم شوية هكذا ولكن جاني الفيديو طويل وغادي تملوه. فاضطرت اناني نسرع آآ كنتمنى ان شاء الله تكون الطريقة واضحة. وغادي نعود معكم واحدة اخرى باش تشوفو مزين. وغادي نبقى ندور بهاتشكل هادا كيف قلتكم يدكم مرخوف ما تزيرو شيدكم. وها الرغيفات او محين شاس دينا واجدين نوضعهم في واحدة الصينية. غادي نحضر معاكم واحدة الكويرة اخرى باش تشوفو. دائما باستعانة الزيت كنتلقوا الرغيفة دينا باش ما كتنشفش وتقطع. ونجيبوها على شكل مستقل شوية كيف قلتلكم. هاد المرة هادي غادي نقطع هكدا على على العرض. وغادي نوضع الحشوة بهاتشكل هادا. فتوما غادي تبعد طريقة اللي ريحتكم سواء بالطول او بالعرض اللي جاتكم سهلا. غادي تعملوها احنا دائما مع الساهل باش نسهلو على الاخوات اللي معانا المبتدئات. فهكدا غادي نوضع بهاتشكل. وغادي نبدأ نتني العجينات ديالي ملي نبدأ اول مرة غادي نتني نبدأ بالواسط عاد نمشي للجانبات كيف كانت شوفو هيدا. ومن بعد عادك نبقى نلوي ويددي بجوج يا اما في اليمين عاوت بجوج في الشمال بجوج في اليمين بجوج في الشمال وانا مشا وكان لوي رغيفة ديالي بهاتشكل. ونحاول ما نزيرو شيدنا كيف قلتلكم. بغيت تطلقوا الزيد تلقوا العجينة وجبدوها ما شي مشكل العجينة ما كتقطع ما حتى حاجة كتطوعكم وكتمشي معاكم. كذلك تحتي يا هكدا دائما كان بدا بلواسط كانتني الواسط عاد نمشي للجانبات. ومالي كان بدان نكورها او نلويها فان كنخلي يدي بجوج بهم عبعطيتهم بجوج بهم في اليمين بجوج بهم في الشمل. وانا مشا وانا كان لوي. ولشتو الحوش وجتكم غليطة واختش بدو العجين شوية بيدكم هكدا فهو ما كيتقطع ما حتى حاجة. نطلقوا هكدا العجينة ونجبدوها في دناء. هاد نبدو انلويو على شكل حلزوني كيف كتشوفوا معايا. وغير بشوية وما كنزيرو شي دناء. فكنضن طريقة واضحة وسهلة سهلة غير شوية تزعى موصفي. وهدي اللي كتفقرنا اللخرية كندخلوها هكدا ما من تحت. وبلاش ما تضغطو عليهم خليوهم غير بهات الشكل هادا. فغدينا نحضر اخرى التانية. وهكدا غدي نستمر حتى غدي نسلي العجينات ديالي كاملة. او الكويرات اللي عندي اللي حضرت كاملة ولشط لكم العجين. فممكن تجمعوه وتكوروه وتحيدوه في فوح لميكا وتحيدوه في المجمد. ممكن غدي تستعمله مرة اخرى كيبقى بحلطر تماما. مالكا نستري وكل شي كنوضعوهم في واحدة صين ايام الاحسن تكون هكدا مدهونا بالزيد. وهدي ندهنوهم الوجه ديالهم باصفر بيضاء مع بعض قطارات ده صلصة الصوجة. إذا ما كنتش متواجدة فممكن تستعملو غير شوية د الخل وندهنوهم الوجه ديالهم. فهاد الاتناء ضروري يكون الفرن مسخن مقبل. على درجة حرارة 180 مشعول من تحت ومن الفق. وندخلو ديالنا حتى يطيبوه في الوسط يخدو الوقت الكافي ديالهم حتى يطيبوه مزيان ويتحمرو هاد العجينة هدي كتبغي انها تتحمر شوية باش كتجي هكدا مقرمشة. عمتلوهم شوية د الجبن هكدا في الوجه ممكن توما تضيفو لهم الجبن او ممكن تخليوهم بلاش او ممكن زينوهم باش ما بغيتو كيف كتشوفو محمرين من تحت ومن الفق ومقار مشين مزيان فهنا كيف كتسمعو هاد القرمشة هدي ديالهم كيف قوت لكم العجينة اه لمية وثمانين درجة وخليوها تاخد وقتا في الطيب يعني اخدت لكم خمسة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين احتى لربعين المهم ان العجينة تطيب على نار اللي هي مهيلة باش كتطيب مزيان من داخل وكتجي مقار مشا ما كتجيشي ما كتجيشي يابسة على بعض تيتو وكتجيشي مع الجنة وفي نفس الوقت كتجي هكذا آآ كتجي واخر كتجي مقار مشا بزافة كنظون كتسمعو تقرمشة دياله فالمهم كانت هدي هي الوصفة دياله كيف كتشوفو من الداخل هدا الشكل دياله صراحة كيجيو هائلين كيف كتشوفو الشكل ديالهم راقي جدا حتى ولا ما زينتهم شي من الفوق ممكن تخليوهم حسبيا كيف كتشوفو على يسار الشاشة هادو اللي مع متلو متحجة حتى هما الشكل ديالهم راقي ونخوى كنتمنى ان شاء الله جربوا الوصفة دياله وتنال اعجاب ديالكم فغنحاول ان شاء الله نحضر لكم بروات هكذا بها العجينة هدي وكيفاش طريقات الطيب ديالهم باش تحصلوا على بروات وكأنهم حضرين بورق البستيلة تماما بوحد الحشوة سهلة اقتصادي يولدي ده بززاف كيف وعدتكم دائما بالسهل السريع والاقتصادي واكيد صحي فهدو كيف كتشوفو خمشين زينين كيف كتشوفو الشكل ديالهم جميل جدا واحتى المدق ديالهم صراحة روعة روعة ضروري انكم تجربوهم فاذا عجبتكم الوصفة دياليوما ما غدي نطلب منكم لا جام ولا تعليق ولا تبغطاجيه الفيديو من الهنان فوق اللي بغت تعمل شي حاجة تعمل على الرأس والعين شنو ما عملته فانا اه قانع به ورادية به اللي غنطلب منكم وهو انكم تشتركوا في القناة اذا كنتوا كتزوروني الاول مرة واذا عجبتكم الوصفة دياليوما ما تبخلوش عليا الله يخلكم بشي دعي ود الخير فهد شي اللي غنقدر نقول لكم من هنا الفوق وكنقول لكم بصحة وراحة وإلى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله اشتركوا في القناة